بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين طالب عبدالجليل الريفي طالب باحث بمصد القضاء الأسراء الفوج الخامس نحن هنا بصدد هذه المحاضرة الجيدة الغزيرة الفوائد التي قام بها الأستاذ الباحث طالب إدريسي وهو أستاذ بجامعة محمد بن عبد الله محاضرة قيمة نتوجه من خلالها بالشكر الجزيل بداية للسيد العميد كلية الشريعة الذي قام بهذه المبادرة ويقوم دائما بمثل هذه المبادرة الجيدة كذلك الشكر موجه لفضيلة الأستاذ منصق مصد القضاء الأسراء سيد عبدالقادر بوعصيب وجميع الأطور القائمة على هذا المصدر الجيد الغزير الفائدة كذلك الشكر موجه لجميع اللجنة المنظمة ولجميع الحضور والطلبة كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه أو تكون هذه بداية لكل خيرين ولكل مجال علمي بحول الله عز وجل بأن يكون ذلك يعني معاد ومكرر مرات ومرات حتى يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى العلم والرجاء الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نناله بذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم أميمان شرقاوي طالبة ماستر بسلك قضاء الأسرة حاليا نتواجد بكلية شارعة حيث ننظم محاضرة بتنصيق مع ماستر قضاء الأسرة تحت عنوان دور التأهيل السيكولوجي للمقبلين على الزواج ودوره في تحقيق الاستقرار الأسري يلقيها فضيلة الدكتور الأستاذ الإدريسي وهو أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بكلية ظهر مهراز المحاضرات يعني عبارة عن مقدمة تليها مجموعة من العناصر مثل تمثلات الزواج يعني معايير اختيار شريك الحياة يعني التفكير الخاطئ لدى الأزواج وتأهيلهم سيكولوجيا لتحقيق زواج ناجح وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر لكل من السيد الدكتور عبد القادر بوسيبة وهو منصق ماستر قضاء الأسرة بكلية الشريعة كما نشكر الأستاذ عبد الله الإدريسي لإلقائه لهذه المحاضرة المفيدة والقيمة كما نتقدم بجزيل الشكر لعميد كلية الشريعة أستاذ والدكتور عبد المالك أويش ونشكر جميع الطلبة كل باسمه وصفته وناته كل من طلبة الإجازة وطلبة ماستر بكلية الشريعة جميع الماسترات سواء ماستر القضاء والتوتيق ماستر الوساطة أو ماستر الدبلوماسية أو ماستر المالية والفقه المالكي ونشكر طلبة الدكتورة على حضورهم لهذه المحاضرة ونشكر كل القيمين والصاهرين على إنجاز هذا العمل كما نشكر جنود الخفاء وهم اللجنة التنظيمية بهذا الماستر كلهم بصفته وناته الذين صهروا على إنجاز هذا العمل وشكرا جزيلا شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك